خبر الثاني وده خبر يخلينا نكون سعداء لأنه ده كمان يعني ده الحمد لله ما فوش جدل لأنه الحمد لله فيه طفلة اسمها آيلا الطفلة دي عندها مرض اسمه بومبي أو مرض بومبي التفولي هذا المرض بيتسبب فيه تدخم فيه عضلة القلب ده مرض وراسي النهاردة العلماء أو فيه توجه جديد في العالم بشكل عام أنه الأمراض الوراثية ايه المانع أن احنا نحاول نشتغل على أن احنا نمنعها والطفل مازال في رحم أمه سبحان الله النهاردة العلم يعني بيقدر يعرف من خلال وجود الطفل في رحم الأم ايه هو المرض اللي هورسه من الأب والأم هذا بتكلم بقى الأمراض الوراثية كتير جدا زي السكر والضغط والقلب وكل أنواع الأمراض الوراثية حتى الكثير من أورام السرطان بكون أمراض وراسية الجديد هنا أنه العلم قدر أنه يعالج طفلة في رحم أمها من هذا المرض الوراثي يعني مش هياخد أو الطفلة مش هيجيلها المرض الوراثي طبعا احنا بتتكلم على باب جديد جدا في العلم الباب ده ممكن يرحم أطفال كتير جدا من الأمراض الوراثية اللي بياخدوها من الأهالي دول آخر خبرين وأهم خبرين علميين